موسيقى بداية شدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على ضرورة تكريس مبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية من خلال تكثيف الجهود المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وحشد قدراتها الجمعية لمواجهة ما يحيط بالقارة من تطورات متسارعة دوليا وما يشوبها من أزمات متنامية داخليا وفي كلمة ألقاها باسمه الوزير الأول ناذر العرباوي أمام الاجتماع النصفي السنوي السادس بين الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية الجارية الجارية أشغاله بالعاصمة الغنية أكرة أكد سيد الرئيس أن هذا المبدأ الذي أرساه الآباء المؤسسون للمنظمة القرية كان ولا يزال هدفا استراتيجيا يستدعي تدعيم أركان البنية القرية للسلم والأمن عبر استكمال تفعيل جميع آلياته المعنية بالوقاية من النزاعات وتسويتها وفي مقدمتها القوة الإفريقية الجاهزة كما إصارد رئيس الجمهورية جهود الجزائر من أجل تعزيز الجاهزية العملياتية لقدرة إقليم شمال إفريقيا وتمكينها من تقديم مساهمة فعلية وفعالة في حفظ السلم والأمن في إفريقيا مجددا عزم الجزائر التام على العمل بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن من أجل الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية وإعلاء صوتها وحشد الدعم للمساعي المشتركة للدول الأعضاء وذلك من أجل تمكين القارة من لعب دورها الكامل في مجال حفظ السلم والأمن في إفريقيا وفقا لمقتضيات مثاق الأمم المتحدة في انتظار تصحيح الظلم التاريخي على القارة الإفريقية بخصوص تمثيلها على مستوى مجلس الأمن الأممي وأضف السيد رئيس الجمهورية أن التزام الجزائر يأتي في سياق دولي متقلب يطبعه تنام بؤر النزاع وسط عجز المجموعة الدولية عن تحمل مسؤولياتها في استثباب السلم والأمن الدوليين مستشهدا بحرب الإبادة الهمجية التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل مجددا تضامن الجزائر الراسخ معه ودعمها الثابتة له إلى غاية استرجاع حقوقه المتشروعة كاملة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف هذا وأبدى الاتحاد الإفريقي في نص الإعلان الختمي للاجتماع نصف السنوية السادس للاتحاد الإفريقي أبدى موافقته على توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بشأن ملف تفعيل قدرة إقليم شمال إفريقيا باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسة للبنية الإفريقية للسلم والأمن في ملف رئاسيات السابع سبتمبر المقبل تتواصل عملية معالجة السمارات الاكتتاب الفردية المدعة من قبل الراغبين في الترشح بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهذا للفصل في صحة الترشحات لرئاسة الجمهورية إلى أجل أقصاه الخامس والعشرون جوليا الجاري في أحوال التقس تعدى الدرجة الحرارة 47 درجة مئوية تحت الظل في عدة ولايات شرقية فيما ستمس موجة الحر بداية من اليوم وإلى غاية الأربعاء القادم عددا من ولايات جنوب البلاد حيث من المرتقب أن تصل درجات الحرارة إلى 49 درجة محليا وتخص هذه النشرية التي صنفت في درجة يقظة برتقالي كلا من ولايات دوف أدرار إد صالح وتيم مون حيث من المتوقع أن تصل أو تتجاوز درجات الحرارة 49 درجة بينما ستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 34 و38 درجة إلى حرائق الغابات حيث لا تزال فرق الحماية المدنية لولاية بيجايا والمدعمة برتل المتحرك لولاية البيض وأعوان محافظة الغابات وجموع المواطنين تواصل عمليات إخماد الحرائق المندلعة في بلدية إيوز لاجن وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الوضع أصبح متحكم فيه في المناطق الثلاثة المتبقية في قرى سيديونس فورنان وإغبان فيما تم إخماد الحريق المندلع في أزور نبشار بأميزور والذي يبقى رهن متابعة مستمرة خوفا من توسعه بفعل الرياح أدانت الجزائر بشدة العدوان الصهيوني السافر على اليمن الشقيق مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة وعدم السماح للاحتلال المجرم من الإفلات من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الجالية الوطنية بالخارج أن هذا العدوان يدخل ضمن استراتيجية التصعيد المنتظم والممنهج التي يتبناها الكيان الصهيوني بهدف بسط هيمنته المطلقة على المنطقة بأكملها وصرف الأنظار عن جرائمه التي لا تعد ولا تحصى ولا توصف في غزة تحديدا وفي فلسطين المحتلة بصفة عامة فبالرغم من تجديد الخناق عليه من طرف الهيئات القضائية والجنائية الدولية بالرغم من توسع وتصاعد الإدانات شديدة اللهجة التي توجه إليه من كل بقاع العالم إلا أن الكيان الصهيوني تماد في تحدياته واستهزاءاته وعدم مبالاته بالمجموعة الدولية وبما أقرته إنصافا للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد 16 فلسطينيا بينهم 6 أطفال وصيب 36 آخرون بجروح جراء السهداف طيران الاحتلال الصهيوني ومدفعيته منذ ساعات الصباح المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة والتي شهدت حركة نزوح كبيرة لعدد من العائلات بعد إجبارها على إخلاء المنطقة في هذه الأثناء انتشرت عناصر الدفاع المدني ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى من تحت أنقاض بناية سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة كما انتشرت ثلاثة شهداء آخرين بمدينة رفح وبيت لاهيا جنوب قطاع غزة بهذا نختم موجزنا العودة إلى زميلة لمية وما تبقى من فقرات برنامج هذا الصباح إليك إلى مياه